تعال اقول لك أسرار العالمين اللي محدش هيقولها لك غيري وهيخليك تقضي فيها يوم كامل بأقل تكلفة وبالمرة تروح تشوف بحر الساحل بلونه اللي مفيش كلام يقدر يوصف جماله وهتشوف بعينك الأرض اللي كانت مليانة ألغام وتحولت إلى مدينة أحلام وهتتفسح في مدينة العالمين وما تخافش مش هتصرف كتير لأنك هتروحها موصلات ووعدك أنك هتقضي فيها يوم ممتع أوي بتكلفة معقولة ما تيجي أقول لك إزاي في خدمة حلوة أوي عملتها وزارة النقل عشان مهرجان العالمين ووفرت أتوبيسات مكيفة بشكل يومي هتوديك العالمين وترجعك آخر اليوم وعشان تستفاد بالرحلة دي هتركب المترو وتنزل محطة عدل منصور وبمجرد خروجك بره المحطة هتلاقي موقف السوبر جيت هتقطع تذكرتك إلى العالمين والأفضل طبعا أنك تحجز أولاين على موقعهم الإلتروني إن الأوتوبيس هيدخلك عند المنطقة الترفيهية داخل مدينة العالمين الجديدة وبينتظرك لآخر اليوم للعودة إلى القاهرة كمان في موقف ميكروبوسات شغل 24 ساعة بيروح العالمين وده مكان وجنب محطة مترو المرج الجديدة وبالكتير 3 ساعات هتبقى وصلت العالمين القديمة وهتلاقي هناك شارع تجاري مليان محلات ومطاعم والأسعار عندهم عدية جدا وبيفصلها العالمين الجديدة مسافة صغيرة هتكملها بعربية سوزوكي هتوسلك لحد العالمين الجديدة اللي الدخول لها زي ما قلتلك ببلاش تعال بقى فرجك على المدينة العالمين بجمالها ودلالها أول حاجة في مدخل المدينة هتلاقي فندق ريكسوس بشكل مميز اللي هتشوفه من بعيد بارتفاعه الكبير وكل إطلالته شايفة البحر هتلاقي بمحيط الفندق منطقة طرفيهية مليانة كافيهات وأماكن مفتوحة فيها مزيكة وجو مميز وفيه جنب فندق ريكسوس واحد من أجمل مولاد مصر والسماء الصناعية اللي بنواره سواء كنت بالليل أو بالنهار وهتلاقي كمان محلات ملابس وسوبر ماركت كبير فيه مل إبرة للسلوخ وأسعاره عادية هتخرج من مول هتلاقي الممشا السياحي المجاني في وشك اللي هتحس فيه بالرفاهية ومقاعد مجانية في كل مكان وإطلالتها على البحر لو أعدت الحد بالليل هتشوف العجب أنوار الممشا مبهرة قوي مع هوا البحر حاجة آخر روائن ولو عاوز حاجة سعرها في الحنين هتلاقي كافيهات ريئة على طول الممشا وأسعار المشروبات مناسبة كمان هتلاقي على الممشا المنطقة الترفاهية اللي فيها أنشطة مجانية ما ينفعش تفوتها يعني هتلاقي كرة السلة اللي لو كنت زي عمرك ملعبتها هتقدر تجربها وأكيد بعد شوية محاولات هتعرف تجيب جول بعد الفرهضة دي هتلاقي مقاعد مجانية هتقدر تريح عليها شوية أكيد بعد دا كله هتبقى عطشت وتعبته فهتلاقي تلاجات فيها مشروبات وعصير بتتوزع ببلاش على زوار مدينة العالمين بما أننا بقى في العالمين يعني الساحل يبقى لازم نروح البحر عشان نبلبط وهناك البيوب طالبحر فوق الخيال والماء شكلها هيخطى في قلبك وهتحب تكمل عمرك قصاده وعشان تعمل دا مش محتاج تتقل جيبك لأن مدينة العالمين فيها شاطئ عام عملته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والشاطئ دا مفتوح لكل الناس هتتبسط جدا فيه وإنك هتلاقي منظر بانورامي رائع للبحر كمان هتلاقي عشرات دا شماسي وكراسي ومنقذين وألعاب بحرية زي البدلات وبعد البلبطة دي هتلاقي حمامات لتغيير الملابس والاستحمام هتلاقي شواطئ خاصة من أسعارها مناسبة جدا لأسعار بحر السحل الشمالي وكمان هتلاقي ألعاب بحرية وتجي شغال طول اليوم وإطلالته حلوة جدا على أجمل بحر من الآخر لو أنت حابب توفر أو تصرف وتتبسط في العالمين الجديدة هتكون مكان مناسب بدون أي علاء خلصنا البحر واستمتعنا فيه ممكن نخرج في مجند جميل مول مفتوح رائع اسمه نورس سكوير وده مول فاتح في بعض المحلات وفيه تجهيزات ولاند سكيب آخر جمال في النهاية مدينة العالمين الجديدة من وجهة نظرية عاصمة مصر السيحية بسبب طبيعتها اللي مفيش في جمالها وتجهيزاتها وأبراجها ومزارتها ولون ميتها ومصلتها السهلة وده تجربة حلوة أنا جربتها ومصيف جديد وحقيقي هتتبسط اشتركوا في القناة